اشتركوا في القناة 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 وفي هذا الشان بدأت مجموعة من الباحثين من جامعة بكين في الصين دراسة العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية والدور الذي يلعبه استقلاب الكوليسترول في البلازمة واظهرت التحليلات ان المشاركين الذين تناولوا كمية معتدلة من البيض لديهم مستويات اعلى من البروتين في دمائهم يسمى البروتين ايوان والمعروف ايضا باسم البروتين الدهني الجيد كما كان لدى هؤلاء الافراد ايضا المزيد من جزيئات HDL الكبيرة في دمائهم والتي تساعد على ازالة الكوليسترول من الاوعية الدموية وبالتالي منع الانسدادات التي يمكن ان تؤدي الى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية اضافة الى ذلك حدد الباحثون 14 من المستقبلات المرتبطة بامراض القلب وقالوا ان المشاركين الذين تناولوا عددا اقل من البيض كانت لديهم مستويات اقل في المستقبلات المفيدة ومستويات اعلى من تلك الضارة في دمائهم مقارنة بمن تناولوا البيض بشكل اكثر انتظاما وبناء على النتائج التي توصلوا اليها خالص الفريق الى ان تناول كمية معتدلة من البيض تصل الى بيضة واحدة يوميا يمكن ان يساعد في الحماية من امراض القلب اذا يعني اليوم حتى ما يتناولون البيض وما يكون عنصر اساسي في فطورهم ان شاء الله بعد هذه الدراسة يكون البيض عنصر اساسي في فطورهم لما يحتويه من عناصر غذائية وقيمة غذائية مهمة ومثل ما قلنا ان شاء الله احنا مقبلين على عام دراسي جديد يجب ان يكون البيض يعني انصر اساسي في فطور اطفالنا ولو اطفالنا يعني مو مثل قبل ما تقدرين السيطرين عليهم عندهم وجبة الريوق ملغية من حياتهم صحيح بسبب الخربة بالروتين وسهر بالليل وكذا اذا ان شاء الله تنظم يعني نومتهم وتنظم وقتهم بالنسبة للدوام ممكن انه الدوام يجبر الاولاد انه يتنظم دوامهم فممكن انه تضيفين وجبة الافطار وذي يعني يتنوعين بها اللي هو يعني يكون بعض الوجبات يضيفونها البيض مع الخضار مع البصل طبعا مع الزعتر نعم مع النكهات حتى يقدر الطفل مثلا اذا ما يحب البيض يتقبل البيض بعد اضافة هذه النكهات نسأل الله تعالى الصحة والعافية للجميع اشتركوا في القناة